موسيقى لو شايف غيمة زي كف صغيرة وقلوب مليانة جفاف وعولت حيرة لو شايف غيمة زي كف صغيرة وقلوب مليانة جفاف وعولت حيرة ولو كانت كل الأبواب قدامنا متقفلة يفتحها بكلمة منه ده إلهي المستحيدة يفتح كوا السماوات وينزل العمطار وهتغمرنا البركات ويريح الأحضار يفتح كوا السماوات وينزل العمطار وهتغمرنا البركات ويريح الأحضار بسم الله أبو الإبن والروح القدسة لنا نواحد أمين أحبائي وعزائي في قناة السيسات أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عند إيمان أي حلوة عزة بدأ بيها النهاردة هي موجودة في تسنية ربنا بيتكلم بيقول إيه فيعلم أن الرب إلهك هو الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصياه من جيل إلى جيل سلام على كلام ربنا إله أمين وحافظ العهد ساعات كثير قوي إحنا بمحفظ العهد بس ربنا عمره ما ينكر عهده معنا إلا لو إحنا أنكرنا عهده طولا ما إحنا معاه الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه في معجزة بحب أنا الموتوع التبشير قوي والكرازة باسم السيد المسيح عشان نبقى ملح الأرض زي ما الكتاب قال أنتم ملح الأرض فإزا فسد الملح فبماذا يملح وأنتم نور العالم في معجزة عملها كانت تسببت المعجزة دي بعد كلمتين قالهم بطرس في خمس تلاف راجل خمس تلاف راجل يأمنوا بنبقى بكتاب السيد المسيح له كل المجد وخلص السيد المسيح له كل المجد من غير المعجزة دي ما كانوش الناس يتمعوهم بس الناس لما شافوا المعجزة انبهتوا انبهتوا وبدوا يسمعوا وأمنوا خمس تلاف منهم تعال نشوف المعجزة دي فين دي في أعمال الرسل كان بطرس ويوحنة تعال نقرأها سوا ونتأمل فيها في أعمال الرسل للإصحاح الثالث بسم الله أبو الإبن والروح القدس الليلان واحد أمين وصعد بطرس ويوحنة معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل كأنه يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي قال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون إلى الهيكل فهذا لما رأى بطرس ويوحنة مزمعين أن يدخل الهيكل فلما رأى بطرس ويوحنة مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة فتفرس فيه بطرس مع يوحنة وقال انظر إلينا فلاحظنا منتظر أن يأخذ منهم شيئا فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري أم ويمشي ويمسك بيده اليمنى وأقامه ففي الحال تشدد الرجل ووقف ووسب ووقف وصار يمشي ودخل معهم إلى الهيكل وهو يمشي ويطرف ويصبح الله وأبصر جميع الشعوب وهو يمشي ويصبح الله وعرفه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل فامتلأ دهشة وحيرة مما حدث له وبينما كان الرجل الأعرج الذي شوفه يمتمسك ببطرس بدأ بطرس يتكلم في نعمة في عود ربنا ادهالنا وفي طلب ربنا طلبه مننا وفي أمثلة ادهالنا في الكتاب المقدس للي سامعوا كلامه ونفزوه بكلمة بطرس قال لنا لليا ذهب ولا فاضة الذي ليه فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح النصري قوم ويمشي لو عندك حد تعبان عندك حد قاعد في السرير عندك حد عنده مشكلة عندك قوة إيمان تقول له قوم ويمشي عندك إيمان أنك تنهر المرض عندك إيمان أنك تنهر الشيطان ده اللي حصل يمكن يكون البيت ده اللي فيه المرض الماء أو فيه الألم الماء ربنا سمح بالمرض ده لأنهم بعيد عن ربنا ربنا سمح بالشيطان لأنهم بعيد عن ربنا أو فيهم بعضهم بعيد عن ربنا مش كلهم بس قوة إيمانك برنامج عندي إيمان برنامج تبشير إحنا بنبشر بالمسيح إحنا بنتعلم مع بعض إزاي نوصل كلمة المسيح للي مننا ما يعرفهوش واللي مش مننا اللي ما يعرفهوش بس اللي مننا أولا ودي مثل مش عشان بطرس واحد من التلاميذ وشيخ التلامزة وقديس كبير اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم ده كلام الكتاب المقدس ولو اتفقت نين على الأرض في شيء ما أبي اللي دي في السوامات يجيبوا لكم كل حاجة بتطلبه حايده لكم ربنا ما بيخفيش عنكم حاجة بس هي دي طريقة عشان أوصل كلمة عارفين اللي حصل إيه بعد الحكاية دي بدأت الناس تسمع طبعا أنا مش هارة للإصحاح كله والإصحاح الثالث بدأ يوعاسهم بطرس الرسول وفي آخر الإصحاح الكتبة والفرسيين لما شافوهم جم أبضوا عليهم ففي آخر الكلام بيقولكي وكثيرين من الذين سمعوا الكلمة أمنوا وصار عدد اللي جال نحو خمس تلاف راجل آية آية واحدة قدت الناس تفكر مين اللي عنده السلطان إنه يقول لي مشلول قوم احمل سيرك وامشي باسم ياسوع النصري قوم وامشي مين وده عارفينه الناس كلها فبدأوا يفتحوا دنهم نهاردة لما يكون فيه واحد أعمى دخل الكنيسة عند أبونا مكاري يونان وأبونا مكاري يونان أنقذوا أبونا مكاري يونان شفاء كم واحد فينا بيروح يكلم أبو الولد ده ولا الولد ده ولا الست دي يقول لها اللي انت سمعتي واللي جرالك بقوة المسيح له المجد ويكمل البشارة في كم واحد بيبقى قاعدين في التلفزيون وعندنا ضيوف وناس مش من ديانتنا وقاعدين شايفين الكلام ده ومنبهرين باللي شايفينه وما بنتكلمش معاهم ونبدأ نكلمهم عن المسيح المعجزة حصلت هو مهزوز عايز يقامن عايز يعرف عن المسيح عشان ييجي ربنا عشان الحصيرة تتلم ربنا مش هينزل يتكلم هو تاني ربنا ما اعتمد علينا إحنا لإني صاعد إلى أبي جميع العمال التي فعلتها ستفعلونها بل وأعظم منها لإني صاعد إلى أبي سايبها لكم انتوا اللي جبوه وعشان كده بترس ربنا كتاب هفق أعمال الرسل بيبين لك الطريقة شكلها عامل ازاي بطرس عامل ايه بولوس عامل ايه وما فيش فرق بين بطرس وبورس وأشرف وعادل واسحاء ومجدي ويعقوب والشباب وأمير وكل أسامة وكل الشباب المسيحيين اللي موجودين في البلد أو موجودين على الأرض دلوقتي كلنا واحد نتعلم والنفس ده الدستور وده كلامنا في أعمال الرسل برضو في آية تاني قصة والقصة دي بعد تبطرس الرسول شوية عن فكر اليهود بس ربنا فتح للأمم فتح الكلام للأمم قبل كده ما كانش بيكلموا الأمم ولا حتى بيخشوا بيوتهم لأنهم كانوا بالنسبة لليهود في العهد القديم كانوا أجناس نجس الأمم ده نجس ما يكلموش ولا يخش بيوتهم لكن بعد القيامة سيد المسيح فتح الباب فتح الملكوت للعالم كله لجميع الأمم ما عندوش حاجة اسمها نجس أو مش نجس هو خلاص هو كان مخلي اليهود يهود زي ما هو يغتل ما هو ييجي منهم حافظ على المجموعة دي حافظ على الشعب ده إنه ما يتنجس من الأمم يغتل ما هو ييجي منهم ولما جاء منهم رحلوهم رفضوه جاء لخصته وخصته لم تقبلوا ففتح للأمم بقى خلاص مش عايزكم مش عايزكم أنا هكلم الشعوب العالم كلها الخطى المصريين اللي زي حالتي وحالتك اللي تعبوا اليهود هو ربعمية وتلاتين سنة زلنهم شعب الله اتزل من المصريين ربعمية وتلاتين سنة وشعب أشهر نفس الكلام زلوهم برده وربنا أشاء وأراد إن الشعبين دول بصوا على كمية المساحيين في المصريين وفي الأشهرين عمل من الشعوب دي من شعوب اللي زلت شعبه وجاي إيه كمان ده جاي في أشعية 19 في الآخر بيبارك تلات شعوب شعبه والشعوب اللي زلوا شعبه عارفين الآية اللي في شعية 19 في الآخر خالص بيقول إيه مبارك شعبي مصر دايما إحنا إحنا متعصبين شوية فهواخدينها دي رب تلت الآية ووقفين احنا واخدين تلت الآية ووقفين مبارك شعبي مصر لا الآية فيها و الآية بتقول إيه مبارك شعبي مصر و عمل يداي أشور ده الشعب اللي زل شعب إسرائيل وسباه وخادوا المماليك بتاعتهم وده اللي طلعت فيه معظم الأنبياء اللي طلعوا في الكتاب المقدس في العهد القديم وده اللي حصل فيه في أشعية ودانيال أنبية كانوا بيكلموا أنبية السبي في الوقت اللي كانوا مسبيين فيه فربنا بيقولي مبارك شعبي مصر وعمل يداي أشور ومراسي إسرائيل ثلاث شعوب واخدين البركة مش المصرين بس مبارك شعبي مصر وعمل يداي أشور ومراسي إسرائيل فإنه ويس فمن محبة ربنا في البشر وفي العالم كان في الوقت ده واحد اسمه كرنيليوس كرنيليوس ده كان الإصحاح العاشر فأعمالي الرسل كان مش يهودي كان أممي وكان في قيصرية تعالوا نقرأ الكتاب أو نقرأ جزء من الكتاب ده ونشوف ربنا هنا طالب مين عشان أنا كمسيحي من صاحب ناس كتيري قوي مش من نفس الديانة بتاعتي بس ما بكلمهمش على المسيح رغم أن فيهم هما بيحبوا ربنا هما بيحبوا ربنا قوي بس ما يعرفوهوش بيحبوا غلط بس يشوفوا اتحاد الصلاة هنا في نفس اللحظة اللي كرنيليوس فيها بيصلي كان في نفس اللحظة بطرس بيصلي وده يظهر له ملك ويقول له يبعث لبطرس وده يصار له ربنا في رؤية من الزل ملاية فيها جميع أنواع الحيوانات وطيور السماء اللي كانت زمان الكل على بعضه بيقول له اتبحوا كل اللي منهم أجناس ما تتكلش تعال نشوف الكتاب قال إيه ونرجع نتأمل في حتة دي سوا وده عشان نتعلم منها إن احنا مطالبين نكلم الناس كلها ده ما تعملش بس عشان بطرس يبدأ يكلم الأمم لا ده دلوقتي كمان لإن احنا بنقعد أعداد كتيرة قوي في مجامع كتيرة قوي مع ناس مش من ديانتنا وبنسكت ويمكن الناس دي عندهم إيمان كويس بربنا بس بيعبودوا إله غلط وبنسكت الكرازة يا أحبة والتبشير يا أحبة مجد ربنا أحبة عشان يبارك فينا عشان ربنا يحل بروحه فينا عشان ربنا يدينا نعمة نعمة جديدة لإني ماشي بكلم الناس عنه ماشي بعرف الناس بيه بركة بركة مش حنحس بيها إلا لما نعملها مش حنهدر بيها إلا لما نبدأ فعلا نعملها من قلبنا بيولي اسم الآب والإبن الروح القدس صلى الله عليه وسلم وكان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى الإيطالية وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين يعني شوفوا هنا الرجل ده تقي بيعمل حسنات وبيصلي الإله ما أعرفوش بيصلي ربنا أنا عارف أن فيه إله بيصليله بيعمل حسنات كثيرة وبيساعد ناس كثير قوي يعني بيحب الناس وبيحب ربنا اللي ما أعرفوش شوفوا محبة ربنا هانا عمل إيه فرعه ظاهرا يعني هو وهو صاحي رؤية ظاهرية ظهر له في رؤية نحو الساعة التاسعة من المهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس فلما شخص إليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيدي فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تسكار أمام الله والآن ارسل إلى يافا رجل ويستدعى سمعان الملقب ببطرس إنه نازل عند سمعان رجل دباغ بيته عند البحر وهي يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل فلما انطلق الملاك رأى كرنيليوس سبعة نسا ونشوف الرؤية اللي رأيها بطرس ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس إلى السطح ليصلي ونحو الساعة السادسة فجاع كثيرا ويجتهى أن يأكل وبينما هما يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماء مفتوحة وإناء النازل عليه مثل ملاية عظيمة مربوطة بأربع أطراف ومدلاء على الأرض وكان فيها كل دوائب الأرض والوحوش والزواحف وطيور السماء وصار إليه صوت أم يا بطرس اذبحوا كل فقال بطرس كلا يا رب لأنه لم أكل قط شيئا دنسا أو ناجسا فصار إليه أيضا صوت تانية ما أطهره الله لا ما تأهر الله لا تدنسه أنت وكان هذا تلات ملقرات ثم ارتفع الإناء أيضا إلى السماء واخدين بالكوا هنا إنسان ما بيعرفش ربنا بس بيصلي الربنا اللي ما يعرفهش وبيقوم بكل الحاجات الحلوة اللي بتسعد ربنا بيساعد الناس وبيدفع فلوس وراجل بار حسب الكتاب كل ما هناك إنه هو بيصلي الإله ما يعرفهش في نفس الوقت تلميذ ربنا وهو بيصلي شاف ملاية نزلة فيها وحوش وطيور السماء حاجة ما تتكلش حاجة ما تشتهيش حاجة كان ربنا منحوا منهم يتبحوها وربنا بيقول له اتبحوا كل قال له ازاي يا رب وازاي أنجس نفسي فقال له ما أبيحه أنا لا تنجزه أنت ده الكلمة شوف الكتاب قال هنا فصار إليه صوت تانية ما أطهره أو ما طهره الله لا تدنسه أنت ما طهره الله لا تدنسه أنت دي كلمة تربين عليه ما طهره الله لا تدنسه أنت فاستغرب من الحلم ده ما عاسد تكون الحكاية دي فيها وشوية وسمع الناس تحت جايين بيسألوا عليه وطلع له الروح بيقول له كمان روح معاهم وهنا جات لربنا عايز يوصل رسالة البطرس أن الراجل ده هو أممي جاوقتك أنك أنت تتكلم الأمم دول أنا لي خراف كتيرة في العالم عازك معهم أنا فتحت الباب في ناس كتيرة حوالينا وفي مننا بطرس كتير بس ما بنتكلمش بنقعد في أعداد حلوة وبنقعد مع ناس كتير ما بنفتحش بقنا الراجل ده كان وصل لمرحلة قلاصة كبيرة وعايز يعرف ربنا يمكن الناس اللي احنا ما بنكلمهم شي مش قريبين من ربنا كما ينبغي زي ما كرنيليوس كان لكن قلوبهم مفتوحة وعايزين يسمعوا يمكن عايزين يسمعوا بآية يمكن عايزين يسمعوا بقوة صلاة جامدة بإنسان يكلمهم عن ربنا طولا ما احنا سكتين الناس دي مش هتوصل لها الكلمة البرنامج اللي اسمه عندي إيمان ده مش إيماني أنا ده إيمانكم انتو انتو كمسيحيين الإيمان مليكو بنقف الكنيسة رفعين إيدينا في السماء بنقف الكنيسة بنصلي بكل خشوع بمحبة ربنا فين المحبة دي اللي احنا بنحبها ربنا وإحنا عارفين إن فيه ألفات الناس برا ما يعرفوش ربنا ولي عنده إيمان طبعا انتو عارفين إنه هو قال لنا لو عندك إيمان مثل حبة الخاردل تقول الجبل انتقل منها هنا إلى هناك فيانتقل هو ده كلام هو ده كلام الإيمان تنسين إن احنا الصيام بتاعنا اللي احنا صمنا صيام الميلاد تلاتة واربعين يوم مليه تلاتة واربعين يوم ده موسى النبي بس كل اللي صامهم وما كانوا أربعين يوم في البرية عشان قبل ما ياخد لوحي الشريعة اللي احنا بنصنوا الصيام ده زيه يعني جم من إين التلاتة يام دول نقل جبل المؤطم بقوة إيمانكم فبدون إيمان هتوصلوا إزاي لازم توصل بمعجزة لازم توصل انت واصق فيه في ناس يقولك مش شرط نعمل معجزة هي المعجزة اللي بعملها أبونا مكاري بيقول جملة حلوة أنا بعشقها كنيستنا كنيست قدسين كنيستنا كنيست قدسين صناع آيات ومعجزات ده الفرق بيني وبين الناس اللي برا ده الفرق بين المسيحي وأي إنسان تاني وعلى فكرة الكنيسة هنا مش كنيسة أرثوديكسية ده كنيسة أرثوديكسية وكاتولوكية وإنجليا كمان لأن اللي عارف خفايا الناس وقلوب الناس هو ربنا هو اللي كشف كله آه في ناس كتير إنجليين بيعملوا معجزات ياس وأنا شاهد على كده وفي ناس كتير أرثوديكسية بيعملوا معجزات وأنا شاهد على كده وناس كاتوليك بيعملوا معجزات وأنا شاهد على كده شفت من ده ومن ده ومن ده لأن ربنا بصص للقلب بدأ لما احنا نقف وندين بعض وده كاتوليكي وده بروستانتي وده أرثوديكسي كلام ده ماينفعش كلام ده الشيطان اللي هو عايزه عشان يوقعنا بعض وما نصليش انت عايز تقوى عايز تمسك في المسيح عايز تحب اللي حواليك عايز تتكلم بكل قوة عايز توصل الكلمة زي اللي حصل بالزبط هنا مع ربنا مع بطرس انه حاب يخليه وصل الكلمة الكرنليوس الراجل ده عايز يسمعك ولما راح له كانت ايه آمن هو واللي معاه الروح القدس انسكب على اللي موجودين وبدأوا يتكلموا بألسن لدرجة الناس اللي قاعدين ايه ده معقولة الأمم بيتكلموا بألسن وهو ده كان كلام ربنا في آية حلوة في العهد القديم ربنا كان نكلم بيها موسى وده كان وعد من ربنا الموسى النبي بعد ما خرقكم من أرض مصر في خلوق 15 ربنا له كل المجد بيقول ايه فقال ان كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينه وتزغي إلى وصيه وتحفظ جميع فرائده فمرد انما مما مردت به المصريين لا أضع عليك ساعة ان احنا بنتجرب كتير وبنقول له ايه اللي بيحصل يا رب ما احنا ما بنسمعش الكلام ما احنا ما بنبشرش ما بنصليش ما 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 شوفوا الكلام هنا تاني بيقول له لو انت سمعت كلامي وتزغي للحق وتفعل كل حاجة حق في عيني وتصعي لكل الوصايا اللي انا وصيتك بيها فمرد من الامراض اللي انا مردت بيها المصريين يعني العشر ضربات اللي ضرب بيهم المصريين مش هيجبها ناحية شعب اسرائيل لا أضع عليك فاني انا هو الرب إلهك انا الرب شفيك طيب لو انا مدايق ربنا لو انا عايش في نفسي لو انا عايش لنفسي عيلة او كنيسة عيلة مغلقة او كنيسة مغلقة ما ليش دعوة انا ما ليش دعوة اللي بر ايه اللي ممكن يحصل انا ما بوصلش الكلمة ربنا مدامش كده ألمني جدا 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 الأحداث اللي بتحصل في سوريا وفي لبنان والعراق زمان في لبنان لبنان اتبهدلت لبنان خربت في السبعينيات بحرب جنونية ونفس الحرب اتعادت تاني في الالفين وخمستاشر والاربعتاشر في العلاق وسوريا وفي مصر دلوقتي في حاجة غلط الكتاب بيقول ان ارضة الرب طرق انسان ده كتاب مش انا ان ارضة الرب طرق انسان جعل ايضا اعداؤه يسلمون او جعل اعداؤه ايضا يسلمونه طب الناس دي ما بيتسلمناش له الناس دول ما بيحبوناش له ما احنا بنصلي ما احنا بنصوم ما احنا وما احنا وما احنا وما احنا في واحد من الاحبة اسمه الاستاذ هاني جرجس طلع من فترة كده بيتكلم في التلفزيون او بيتكلم في الانترنت والراجل ده الحقيقة في بعض الكلامات اللي قالها انا شفتها وسمعتها من ناس تانية بسدقوا وبؤمن بي يمكن هو طلع وخوف الناس كان طلع على صوت المسيح الحر وكان طلع بيخوف الناس او الناس خدوها ان هو بيخوفهم بيقولهم ان انا شفت ان حيحصل حاجات واحداث لبعض الاباء والرهبان وشفت عذبات وا 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 لكن في النص او في اخر الكلام قال حاجة مهمة قوي قال ان ربنا بيقولهم ارجعوا والبسوا المسوح ارجعوا وخروا على رجلكم ارجعوا وصلولي عشان ارفع غضبي عنك وإلا هيحصل واحد اتنين تلاتة واضح جدا ان سبب المشاكل اللي احنا واقعين فيها فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينه وتصغي اللي وصياه وتحفظ جميع فرائده فمرض مما مردته على المصريين لا اضع عليك يعني يما ما بيقع علي مرض ويقع ما يقع علي ضربة ما يعني انا مش ماشي حسب الفرائد يعني انا مش ماشي حسب الكتاب المقدس في حاجة غلط وفي حاجة غلط وخطر والمشكلة ان الخطورة بتاعتها دخلة في الكنيسة كلها مش دخلة في مجموعة في مدينة في كنيسة في عيلة لا دي دخلة في البلد باكملها يا جماعة التوبة مطلوبة يمكن في بعض الاباء طلوا يتكلموا او بعض الناس طلوا يتكلموا على النبوة اللي قالها الراجل ده وقالوا لا ما تصدقوش النبوات الكلام ده هجس وكلام ده انا مش ضد الناس دي في هنا نصيحة للبنيان ربنا هنا بيتكلم على نصيحة للبنيان انسى الكلام اللي هو قاله ايه اللي حيحصل بس هو بيهدد يعني ربنا كتير اوي في اسلوبه لو ما عملتوش كده هعمل كده لو ما امتشتوش كده هعمل كده فإسكان ربنا قال للرجل ده او شافه شافه انه انسان بسيط وحب انه هو يتكلم مع يمكن ما شافش بساطة في البلد الا في الراجل ده يعني جدعون ده اللي كان في العهد القديم شعب سريل كان مزبي وكله شيوخ وميات الناس ولفات الناس شمعنا جدعون بس هو اللي طرق عليه ربنا شمعنا ربنا ظهر لصمول النبي في حين ان علي الكاهن كان قاعد برا وده طفل والتاني كان كاهن لكن ربنا شاف ان الطفل ده فينا قاوة اكتر من الكاهن او ربنا يعني ربنا بيختار القلوب ليه ربنا اختار سمعان الخراز ان ينقل الجبل ومختارش ولا واحد من اكليروس اكليروس بالكامل رهبان كاهنة مطارنا بطرك اختار ده لتكن مشقتك يا رب فمش معقولة لما ربنا يختار واحد من دول يكلمه والراجل اللي عايز فلوس ولا عايز مجد ولا عايز يعمل طايفة جديدة ولا عايز يعمل مسيحية جديدة ولا حاجة دي رسالة ربنا شايفه انه هو انسان مضيف بيصلي وربنا بتكلم معه هو خوفني انا مش هبص على الكلام اللي هو قاله اللي هيخوفني بس هبص على رسالة اللي هو عايز يبعدها لي هو ربنا عايز يعاد لي البس المسوح انت متكبر يا امير نخي شوية لأ نخي خالص انت كذاب يا امير انا مش راضي عنك يا امير لانك افكارك سيئة يا امير انا مش راضي عنك يا امير لانك ما بتساعدش حد يا امير ربنا بعادت للرجل ده لانه ربنا بيحب امير فبيقول لي خلي بالك من دي يا امير انا بعادت لك الرجل ده لانك لو ما عملتش كده هعمل فيكو هعمل فيكو هعمل أو ما أروح أخاف من اللي هعمل فيكو و هعمل فيكو و هعمل فيكو ما اسمعش كلام اللي بيقول لي اعمل كذا و كذا و كذا ايه اللي بيقول لي هجرالي لا 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 قبل ما تقول لي هجرالي أنا هسمع الكلام عايز نلبس المسوق حاضر شعب نينوى ايه اللي ألقوا لهم يونان النبي لما راح لو ما تبتوش حيولع في أرضكو زي ما عمل في صدوم وعمورة ده كان فيه بيقولواهم توبوا و إيه اللي حيزلوكو وهيولع فيكم وده ما كانش شعب الله كان النتيجة ايه الشعب كله سجد الشعب كله سمعوا لكلام يونان اللي ما عرفهوش اليهودي حتة واحد جاي متقطع من الكيميكا اللي كانت في جسمه ثلاثة ايام جوه بطن الحوت اكيد اكيد متبهدل يعني اكيد كلها عصير وحاجات مش كويسة اللي هي بتساعد على هضم الاكل جوه بطن الحوت او عضم الحوت مكسروا شكله اكيد كان شكله اي كلام كانت النتيجة ايه كان فيه تهديد لو ما رجعتوش ربنا حيولع فيكو زي صدمه عمورة عملوا ايه لبسه مسوح طب اعتبر ان ده يونان يا سيتي اعتبر ان الراجل ده جاي بيقولك هو على بتفسير كتير وشفت 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 لو ما تبتوش هيحصل فيكو الكلام بس يعني فيه ربنا للبنيان ربنا بيهددني للبنيان ربنا بيقول لي بشر للبنيان ربنا بيقول لي بصلي وباتصل تبص للعالم بس للبنيان الروحي الكلمة اللي قالها حلو قوي بلاش ناخد كلام الخوف بس بجد بجد احنا محتاجين نلبس المسوح عايزين ننزل تحت شوية عايزين نقلل من كبري انا شوية عايزين نتواضع زي ما السيد المسيح كان متواضع تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب عايزين نوصل للكلمة عايزين نبشر باسمه لانه مش فيه آية بتقول القداسة التي بدونها لن يعين احد الرب عشان نوصل للقداسة اللي وصل بيها بطرس ويحنة ان بكلمة منه باسم يسوع المسيح النصري قوم امشي نوصل للقداسة اللي وصل بيها بطرس ان احنا نشوف رؤية وهو وعد بكده وقال ان اولادكم والشيخكم حيشوفوا رؤي واحلام ويتكلمون بألسن ويتنبقون هو وعد بكده لكن احنا ما وصلناش للنقاوة دي امتى يا احب احنا يوصل للنقاوة دي امتى ما بقالنا سنين وهذا عددها بنروح الكنيسة ومحلك سر حيب نسمع عن قصص لاهالينا في مصر زمان القديسة فلانة والقديسة فلانة وتتا كان بيحصل لها وتتا كان بيحصل لها ومامة مامتي كان بيحصل الكلام ده قال لي الياب دي قوي ولا هو العولمة اللي اثرت فينا وامريكا بوزت لهنا الدنيا ولا ايه رأيك حبيب قلبي البساطة ما فيش احصل منها سيد المسيح بيقول الى هذا انظر الى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي هل انا منصحق الروح هل انا خايف من كلامه هل انا فعلا بخاف من كلامه ده كلام ربنا اللي بيبصله هو اللي مرتعد منه من كل كلمة بيقولها اللي بيبصله هو المنصحق هو المسكين طوبة لانقياء القلب لانهم يعانون الله يعني اللي قلبه شايل من حد تاني هيشوف مين ده ولا ايه رأيك طوبة للودعاء لانهم يرسون الارض ودي اللي انا فيها قاعدة باذن الله المرة الجاية اشكركم واسف للاطالة وكنت سعيد قوي بوجود معكم اذكروني في صلواتكم ولو سمحتوا اتكلموا الناس وصلوا صلوا وذكروا معكم صلوا وذكروا الخدمة والخدام صلوا وذكروا كل خدم امين بيقف قدام ربنا ويطلب منه لمجد اسمه القدوس مش لمجده الشخصي ربنا معكم واشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية لو ربنا دهنا عمر ودهني صحة ودهني كلمة ترولها قدامكم تتمسوا بالخير مع السلامة وينسل الأمطار وأطورنا البركات ويريق النحط